لأن كل العنوين الرئيسية اللي المهندس عادلي بيعرضها لكم هنتناولها بالتفصيل وبالمستند كمان لكن الجديد إن النهاردة اتحاد الكرة أعلن على لسان بقرار من المهندس هاني بوريدة رئيس الاتحاد اللي هيبقى لنا كلام عنه ولوه برضو بالتحديد تشكيل لجنة لحسم موضوع الدوري لأنه لو ما عملوش حاجة غير الجملة الفاضحة دول تكفيهم خاجة لنا الحياة في تاريخهم وكلهم ناس أفاضل بس ما ينفعش يكونوا موجودين على رأس الكرة المصرية وبيديروها ويتقال الكلام ده عب قوي عب جد الكلام ده بيتعمل بدون ورق رسمي وما يصحش أبدا تعلن بهذا الوضوح انحيازك إن أنت لو ما لعبتش أنا هسيب الاتنين دولي لعبوا مع بعض واللهيراية حييجي لعب الزمالك فتتقال كده بمنطقة الوضوح المهندس هاني بوريدة قرر تشكيل لجنة لحسم موضوع الدوري لجنة برئاسة الكابتن أحمد شوير نائب رئيس الاتحاد وعضوية المهندس أحمد مجاهد والكابتن سيف زاهر والكابتن عصام عفتاح أعضاء مجلس الإدارة والمهندس هاب لهيطة مدير المنتخب الوطني للاستماع لمقترحاتهم ووجهات نظر المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في المسابقة وذلك حسب النص اللي صادر من الاتحاد للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها في الواحدة ظهر غد الجمعة الكابتن أحمد شوير له التصريح قال أنه تم التحدث مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري هيحضروا الاجتماع غدا للوصول إلى أفضل حلول لاستكمال مسابقة الدوري وتأتي أو يأتي تشكيل هذه اللجنة للاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية للتوصل إلى أنسب الحلول إيه أنسب الحلول؟ مونس عدلي قال شوية من شوية هو قبل ما تخش في الحلول لأنه دي طبعا موضوع الحلقة يعني لو لم يكن المهندس هنا وريده مصريا لكان من المنطقي أن تلجأ إليه مصر لتنظيم الكرة المصرية ليه؟ لما أطيح بالاتحاد الدولي والمكتب التنفيذي من 24 عد ولم يبقى منه إلا فرد ولا اتنين حاجة زي كده منهم هانيا بريدة إذن هو الأخطر والأخدم في الاتحاد الدولي هو الأكثر دراية ومعرفة باللواقح والنظم وإيه لفيد الكرة كيف أنت تلجأ يعني أنت تلجأ للمستويات الأعلى لتنظيمك طبيعي أنك تلجأ للاتحاد الدولي فلما يكون المهندس هنا بريدة في هذه المكانة لا يمكن قبول أو تصور أن يحدث ما يحدث في الكرة المصرية يا هو يعني فيه حاجة شغلة يا فيه حاجة حكمة يا فيه حاجة ما مش قادر عليه يعني ممكن أنا بقى في مجلس إضارة ما أناش قادر أن أنا أماشي يتصح وفي كل الأحوال وناشد المهندس هنا بريدة حرصا على تاريخه يترتبها يتسبها أنت أكبر بكثير أن التاريخ يحكم على حقبة من حقب الكرة المصرية بهذا الشكل العشوائي الموجه الغير منطقي يا باش مهندس يتنظمها يخوفي عليك يا صديق سيبها ما عنديش كلام تاني